مرحبا بكم مجددا وعودة إلى الخبر الأبرز في نشرتنا وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ مشروعات مدن الجيل الرابع بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك الإسكان الخاص بالموظفين في العاصمة الإدارية وفق أهل معيير الجودة المخططة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات القومية لوزارة الإسكان على مساول الجمهورية خاصة فيما يتعلق بمدن الجيل الرابع وتطوير محافظة القاهرة واطلع الرئيس السيسي على مستجدات العمل في المشروعات الحالية لتطوير منطقة القاهرة الخدوية امتدادا لتطوير ميدان التحرير خاصة ما يتعلق بأعمال ترميم الوجهات للمباني التراثية العريقة هذو وجه الرئيس السيسي بتطوير مسارات القاهرة الخدوية بالكامل واستعادة رونقها كمصدر لجذب سياحي وترفيهي وثقافي وذلك بالإضافة إلى بدء تطوير الحضري لحديقة الأسبكية اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية خاصة فيما يتعلق بمدن الجيل الرابع وتطوير محافظة القاهرة وقد عرض السيد وزير الإسكان مستجدات الموقف الحالي لمختلف المشروعات في إطار مدن الجيل الرابع وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة لسيما منطقة الأبراج المركزية وكذلك الأحياء السكنية المختلفة فضلا عن منطقة النهر الأخضر وفي هذا الصياق تابع السيد الرئيس الموقف التنفيذي للإسكان الخاص بالموظفين في العاصمة الإدارية وذلك تمهيدا لبدء الانتقال الفعلي إلى العاصمة خاصة ما يتعلق بتوزيع الوحدات السكنية البالغي عددها حوالي ثلاثين ألف وحدة موجها سيادته في هذا الإطار بالالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ وفق أعلى معايير الجودة المخططة كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمدينة العالمين الجديدة وكذلك سير العمل في مدينة المنصورة الجديدة بعناصرها السكنية والإنشائية والخدمية المتنوعة فضلا عن عدد من المشروعات التي تتم بمدينة رأس البر تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في سياق تطوير تلك البقعة السحلية المتميزة وفيما يتعلق بمحافظة القاهرة اطلع السيد الرئيس على مستجدات العمل في المشروعات الحالية لتطوير منطقة القاهرة الخديوية امتدادا لتطوير ميدان التحرير خاصة ما يتعلق بأعمال ترميم الواجهات للمباني التراثية العريقة انطلاقا من ميدان التحرير مرورا بميداني طلعة حرب ومصطفى كامل ووصولا إلى منطقة ميدان العتبة موجها سيادته بتطوير تلك المسارات بالكامل واستعادة رونقها كمصدر جذب سياحي وترفيهي وثقافي وذلك بالإضافة إلى بدء التطوير الحضاري لحديقة الأسبكية لاسترجاع مكانتها كإحدى أهم الحضائق التراثية بالعاصمة كما تم في ذات الإطار عرض مستجدات تطوير منطقة سور مجرى العيون بشقيها السكني وكذا التجاري والطرفيهي فضلا عن تطوير منطقة مثلث مسبيرو حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من أعمال أبراج السكن البديل بمسبيرو لإعادة تسكين المواطنين فيها في أقرب وقت ممكن كما اطلع السيد الرئيس على موقف الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بما في ذلك إتاحة مبدأ إيجار الوحدات السكنية في إطار المبادرة تنفيذا لتوجيهات سيادته في هذا الصدد نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة تراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي وأوضحت وزارة الزراعة أنه تمت زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح إلى ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف فدان خلال الموسم الحالي مقارنة بثلاثة ملايين وأربعمائة ألف فدان خلال الموسم الماضي بزيادة قدرها نحو 82 ألف فدان كما أشارت الوزارة إلى سعي الدولة لزيادة المساحات المنزرعة من القمح واستنباط أصناف جديدة أقل استهلاكا للمياه وأعلى في الإنتاجية بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من هذا المحصول الاستراتيجية تعيد وزارة الزراعة وستصلح الأراضي برنامج قومي لإنتاج تقاوي الخضر يقوم على تنفيذه مركز البحوث الزراعية يهدف البرنامج إلى تحقيق درجة كبيرة من الاكتفاء الذاتي من تقاوي الخضر عالية الإنتاجية والجودة في ضوء استراتيجية النخضة الزراعية الشاملة التي كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذها وتوجه مصر لتحقيق الأمن الغذائي أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي برنامجا قويا لإنتاج تقاوي الخضر يقوم على تنفيذه مركز البحوث الزراعية ويهدف المشروع إلى تحقيق درجة من الاكتفاء الذاتي من تقاوي الخضر عالية الإنتاجية والجودة ونروب التنقيط لأن التنقيط عندنا أحسن من الغمر وبوفر معانا كويس ماشي كويس وكما هو بتاعنا من الجمعية ومشينا الحمد لله ربنا رضيها ومشيها الحمد لله نحمد الله ونشكر فضل وزارة الزراعة قالت إن صادرات محصول البطاطس حلت في المركز الثالث لصادرات مصر الزراعية لأسواق العالم خلال عام 2021 ويبلغ إجمالي مساحة محصول البطاطس في محافظة دمياط وحدها ما يصل إلى تسعة ألاف ومائتين وتسعين فدان يوجد مساحة منزرعة بمحافظة دمياط بمساحة تسعة ألاف ومتين وتسعين فدان معظمها بيتركز في منطقة كفر ساعد كل هذه المساحات طبعا معظمها بتستخدم بطرق الرأي الحديثة طرق الرأي الحديثة بتعطي إنتاجية عالية للمحصول وبتعطي صفات كويسة تشهد المنظومة الزراعية تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة وتبدل الحكومة جهودا حثيثة خاصة في مجال التنمية المستدامة في القطاع الزراعية وهو ما أثر بشكل كبير في توفير احتياجات المواطنين وتوفير الاكتفاء الذاتية من المحاصيل الاستراتيجية والوصول إلى فائد للتصدير إلى الخارج نجحت ست مطارات مصرية هي القاهرة شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب الدوليين في تجديد شهادة الاعتماد الصحي الدولي للسفر الآمن التي يمنحها المجلس الدولي للمطارات للعام الثاني على التوالي وأكدت وزارة الطيران أن تجديد شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من جانب المجلس يعزز الثقة في منظومة الإجراءات الصحية التي يتم تطبقها في المطارات المصرية بالتنسيق مع وزارة الصحة ووفق إرشادات منظمة الصحة العالمية كما يعد رسالة طمأنة للمسافرين على سلامة الإجراءات الصحية بالمطارات وتأكيدا على الالتزام بتوفير سفر آمن لجميع المسافرين قال مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور شوقي علم قال إن عيد الشرطة ذكرى ملهمة لكل شعب المصري تدعو للعمل والكفاح من أجل رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته كما دع مفتي الجمهورية للصفافي والتكاتف والتعاوم مع رجال القوات المسلحة والشرطة من أجل القضاء على قوى الإرهاب والشر التي لا تريد للوطن سوى الضعف والتشرزم ونشر الخراب والدمار في كل مكان جاء ذلك خلال تهنئة مفتي الجمهورية لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق وضباط وجنود وأفراد ورجال الشرطة البواسل بمناسبة الذكرى السبعين لعيد الشرطة أعرب المجلس القومي للمرأة عن فخره وتقديره للدور العظيم الذي يقوم به رجال ونساء الشرطة المصرية في حماية الوطن والحفاظ على أمن وسلامة موطنيه وتقديم أرواحهم ودمائهم فداء للوطن ووجهت رئيس المجلس القومي للمرأة مايا مرسي التحية والتقدير لأمهات وزوجات وبنات شهداء الشرطة البواسل التي فقدنا أعز ما يملكنا حتى يظل الوطن عظيما قويا صامضا جاء ذلك خلال تهنئة المجلس الوزير الداخلية محمود توفيق بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لعيد الشرطة أعربت مصر عن بالغ إدانتها واستنكاريها لمواصلة قوات الحوصي لهجمتها صوب أراضي المملكة العربية السعودية والتي كان آخرها باتجاه محافظتي ظهران الجنوب وأحد المسارحة كذلك أدنت مصر هجم قوات الحوصية باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة وشددت مصر في بيانة لوزارة الخارجية على أن استمرار هجمات الحوصية ضد المملكة العربية السعودية والإمارات يعد تهديدا صريحا لأمنهما واستقرارهما كما تمثله هذه الهجمات من انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولية وجددت مصر تضمنها الكامل مع كل من السعودية والإمارات ودعمها لكل ما تتخذه الدولتان الشقيقتان من إجراءات لتصدي لتلك الهجمات أدنى البرلمان العربي بالشدة قيام قوات الحوصي بإطلاق صاروخين باليستيين اتجاه الإمارات والذي تم اعتراضهما وتدميرهما بنجاحا من قبل الدفاع الإماراتية كذلك أدان للبرلمان العربي اعتداء قوات الحوصي على مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية بإطلاق صاروخ فاليستي سقط في المنطقة الصناعية وحذر البرلمان العربي من التصعيد الخطير لقوات الحوصي مشددا على أنه لا يهدد فقط أمن واستقرار الدولتين إنما هو تهديد لمنظومة الأمن القومي العربي عامة والخليق خاصة كما تشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين وتقود الأمن القومي العربي وتضر بالأمن والسلم الدوليين أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليق العربية نايف الحجرف بإطلاق قوات الحوصي لسواريخ باليستية باتجاه دولتي السعودية والإمارات وأكد الحجرف أن استمرار هذه الاعتداءات تعكز تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية كما تعكس رفضها لجميع المساعي الهدفة لإحلال السلام في اليمن وطلب أمين مجلس التعاون الخليقية المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليات واتخذ موقف حاسب تجاه قوات الحوصي لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية والمدنيين أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تدمير منصة إطلاق ساريخ باليستية لقوات الحوثي في محافظة الجوف باليمن فور إطلاقها ساروخين باليستيين على أبوظبيا كانت الإمارات نجحت أيضا في اعتراض ساروخين وتدميرهما وأضافت أبوظبيا أن الرجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا وأن بقايا ساريخ باليستية التي تم اعتراضها سقطت في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبيا أعلنت القوات المسلحة العراقية مقتل أربعة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي إسرى دربات جوية على شرقي جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين وصرح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة ألواء يحيى رسول بأن هذا يأتي استكمالا للعملية التي نفذت في جنوب قضاء الحضر وأسفرت عن مقتل قياديين من داعش الإرهابي وفي سياق متصل تم ضبط سبعة إرهابيين في محافظة صلاح الدين مطلوبين للقضاء دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى أن تستأنف حكومتهم مهامها بجدية وفعالية مشددا على أن التحديات الراهنة لم تعد تسمح بأي تخير جاء ذلك خلال أولى جلسة مجلس الوزراء اليوم بعد العودة من التعطيل الذي دام لأكثر من ثلاثة أشهر وأعرب ميقاتي عن أمله فأن تكون الجلسة مثمرة ويتعاون فيها الجميع بروح المسئولية بعيدا عن أي خلافات وعدى مجلس الوزراء اللبناني للإناقاد اليوم بعد تعطيل لثلاثة أشهر بسبب خلافات بين القوى السياسية على خلفية تحقيقات انفجار ميناء بيروت وزير المالية عرض التصور الفهم الأولي في كيفية وضع مشروع الموازنة كما عرض سلسلة مؤشرات انطلاقا من الواقع القائم وماذا يحقق مشروع الموازنة في حل إقراره كما هو نحن عرضنا اليوم إذا بتكون الفكرة أو الرؤية من وراء وضع مشروع الموازنة على أن يستبع هذا العرض ابتداء من الغد لكل الوزراء بأن يدلوا بدلوهم في كل بند على حدة في كل فقرة على حدة دولة رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن دراسة الموازنة ستكون بندًا بندًا وفقرةً فقرةً ومادةً مادةً وعليه ومهما أخذت من الوقت مع أنه نحن مضغوطين ولازم نعجيل مهما أخذت من الوقت فإنه سيتم إقرارها في أخرى فرصة ممكنة الجلسة الأخيرة ستكون في بعبدة لإقرارها نهائياً وإحالة مشروع المرسوم إلى مشروع الخانون إلى مجلس النية قالت الولايات المتحدة إنها أمرت بمغادرة أفراد عائلات موظفيها من سفارتها في أوكرانيا مشيرة إلى استمرار خطر قيام روسيا بعمل عسكري وحذرت السفارة الأمريكية في كياذ من أن العمل العسكري الروسي يمكن أن يأتي في أي وقت وأن حكومة الولايات المتحدة لن تكون في وضع يمكنها من إجلاء المواطنين الأمريكيين في مثل هذه الحالة الطارئ أكدت أوكرانيا أن قرار الولايات المتحدة إجلاء عائلات ديبلوماسيها في كياذ سابق لأوانه في ظل مخاوف من هبوم روسي محتمل وقال النطق باسم الخارجية الأوكرانية أولاجا نيكولانكو إن حكومة كياذ تعتبر أن خطوة من هذا النوع من قبل الجانب الأمريكي تعكس حذرا مبالغا فيه على حد تعبيره نصحت فرنسا نصحت فرنسا رعيها بتأجيل السفر غير الضروري إلى أوكرانيا في وقت تتصعد فيه التوترات بين أوكرانيا وروسيا من جانبها أعلنت الخارجية البريطانية أنها ستسحب بعض موظفيها وأقاربهم من سفارتها في أوكرانيا ردا على ما أسمته بالتهديد الروسي المتصعد في الهجوم على كياذ وأشرت لندن إلى أن سفارة بذاتها ستبقى مفتوحة من أجل الأعمال الأساسية أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزابا بارل أن الاتحاد لن يطلب سحب عائلات ديبلوماسيه في أوكرانيا كما فعلت الأولاد المتحدة أضف بارل أنه لا حاجة لتهويل الوضع بشأن أوكرانيا فيما لا تزال محادثات مع روسيا جارية تصديف بروكسل اجتماع لوزراء خارجية دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمشاركة نظيرهم الأمريكي أنتوني بلينكين عبر الفيديو كونفرنس ويرتكز الاجتماع على مناقشة تطورة الأزمة على الحدوث الروسية الأوكرانية وفي ظلي ما اعتبره بروكسل حجدا للقوات العسكرية الروسية هددت الولايات المتحدة باستخدام إجراءات مشددة للرقابة على التصدير ضد صناعات روسية رئيسة في حال أقدمت موسكو على تنفيذ عمل عسكري ضد أوكرانيا وكشف مصدرنا رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة تأخذ مناقشات مع الحلفاء بشأن هذه الإجراءات وأضف أن هذه الإجراءات قد تستهدف قطاعات الذكاء الاصطناعية والبحرية والدفاع والطيران المدنية هذا وقد أعلنت أوكرانيا وصول طائرة تحمل مساعدة دفاعية أمريكية وهي دفعة ثانية من صفقة بقيمة 200 مليون دولار وقال وزير الدفاع الأوكراني إن طائرة الثانية في كييف تحمل أكثر من 80 طن من الأسلحة لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وفق في ديسمبر الماضي على حزمة أسلحة إلى أوكرانيا دعا المدير العام لمنظمة صحة العالمية تدرس أدهنوم دول العالم إلى العمل معا لوضع نهاية للمرحلة الحارجة من جائحة كورونا وأضاف أدهنوم خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة التنمية الألمانية أن دول العالم باتت لديها الآن جميع الأدوات المتاحة للقيام بذلك واشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على أن العالم مقبل على منعطف خطير مع دخول الجائحة عامها الثالث ويجب العمل معا لإنهاء هذه المرحلة الحارجة من الوباء تطمح آلية كوفاكس لتزويد الدول الفقيرة باللقاحات ضد كورونا إلى التغلب على الوباء في العام 2022 من خلال عدم الاكتفاء بتسليم اللقاحات فحسب بل توليد توزيعها وحلفائها كتلك وتهدف الألية إلى ضمان توزيع منصف للقاحات على دول الفقيرة حيث وزعت حتى منتصف يناير الجاري نحو مليار جرعة من اللقاح على الرغم من مواصلة متحورة أوميكرون من فيروس كورونا انتشارها بالعالم تطمح آلية كوفاكس التي أطلقتها الأمم المتحدة لتزويد الدول الفقيرة باللقاحات في التغلب على الوباء في عام 2022 كوفاكس التي أنشئت بمبادرات من منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمية للقاحات والتحصين جافي لا تسعى فقط إلى الاكتفاء بتسليم اللقاحات فحسب بل تطمح أيضا إلى تولي توزيعها وحقنها وتهدف الآلية لضمان توزيع منصف للقاحات حيث وزعت حتى منتصف يناير الجاري نحو مليار جرعة من اللقاح ما يعتبر إنجازا وخيبة أمل في آن واحد إذ أن العدد أدنى بكثير مما كان مقررا بالأساس وتواجه كوفاكس الكثير من العقبات وعانت بصورة خاصة من استراتيجية الدول الغنية التي تتحصل على أكبر عدد ممكن من اللقاحات كما أنها بحاجة إلى خمسة واثنين من عشر مليار دولار خلال ثلاثة أشهر لتمويل جرعات اللقاحات التي تحتاج إليها لعام 2022 لكن هدف منظمة الصحة هو تلقيه سبعين في المائة من سكان كل من الدول بحلول يوليو 2022 وهو هدف طموح بالنظر إلى أن خمسة وثمانين في المائة من سكان الدول الأفريقية لم يتلقوا حتى جرعة واحدة من اللقاح حتى الآن يشار إلى أن أكثر الدول المستفيدة من لقاحات كوفاكس هي بنجلاديش بواقع مائة وثلاثين مليون جرعة تلتها إندونيسيا بواقع سبعة وثمانين مليونا وباكستان بنحو سبعة وسبعين مليونا والفلبين بنحو ستة وستين مليون جرعة أصدرت الحكومة الصينية أوامر لسكان منطقة في بيكين يقتنها مليون نسمة للخضوع لاختبارات جمعية للفيروس كورونا بعد اكتشاف سلسلة إصابات في العاصمة ويكثف الحزب الحاكم تطبيق استراتيجية صفر كوفيد اتجاه فيروس كورونا والتي تتضمن فرض عمليات إغلاق وفرض قيود على السفر وإجراء اختبارات جمعية كلما تم اكتشاف إصابات وذلك مع استعداد بيكين لانطلاق دورة الأعاب الشتوية في الرابع من فبراير المقبل سجلت السلطات الصحية في الهند نحو 306 ألاف واربعة وستين إصابة جديدة بفيروس كورونا وقالت السلطات الصحية الهندية إنها سجلت 439 حالة وفاة جديدة جرأ الإصابة بالفيروس فيما بلغ إجمالي حالة التعافي 36 مليون وثمانمائة وأربعة ألف حالة ومئة وخمسة وأربعين شخص هذا وقد بلغ العدد الإجمالي لحالة الإصابة المسجلة في الهند منذ بداية تفاشي الوباء 39 مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعين ألف وثلاثمائة وثمان وعشرين حالة إصابة بينما بلغ إجمالي الوفيات أربعمائة وتسعة وثمانين ألف وأربعمائة وأربعين وثمانين حالة وفاة في اليابان قال مسؤولون حكوميون إن اليابان ستوسع حالة شبه الطوارئ لتشمل أكثر من سلسين محافظة من أصل سبعين وأربعين محافظة في البلاد للحد من الانتشار السريع لعدوى فيروس كورونا وتجري الحكومة مشاورات حول إضافة المزيد من المناطق أثناء مناقشة مدة الإجراء بعد أن وصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا اليومية المؤكدة في البلاد إلى أربعة وخمسين ألفا وخمسمائة وست وسبعين حالة السبط الماضي مدفوعة بمتحور أومايكرون سريع الانتقال بدرجة كبيرة سجلت أستراليا ارتفاعا جديدا في عدد الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا مع وصول تفشي متحور أومايكرون شديد العدوى لدروته وحذرت سلطات الأسترالية من احتمال زيادة العدد بعد عودة الطلاب إلى المدارس من عطلة نهاية العام في الأسبوع القادم ويحاول الاقتصاد رقم 13 على مستوى العالم تحقيق التوازن بين رفع القيود على الحركة بعد عامين من فردها والتعامل مع أكبر أعداد من الإصابات والوفيات بسبب الجائحة قررت وزارة الصحة البولندية اعتبارا من غد سلساء خفض فترة الحجر الصحي للمخلطين للمصابين بفيروس كورونا من عشرة أيام إلى سبعة أيام فقط كانت وزارة الصحة البولندية حذرت هذا الأسبوع من أن الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ستحقق أرقاما قياسية جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتتجاوز 60 ألف حالة يوميا وربما تقترب من 140 ألفا بدأ تصويته داخل البرلمان الإيطالي لاختيار رئيس جديد للبلاد في سباق مفتوح تراقبه الأسواق المالية عن كسب مع ظهور اسم رئيس الوزراء ماريو دراجي كأحد أبرز المرشحين ويساور أسس في إيطاليا مخاوف من أن تؤدي النتيجة إلى غموض سياسي جديد في سالس أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يجري مسؤولون في باكستان وروسيا محادثات لوضع اللمسات الأخيرة لترتيب زيارة للرئيس روسي بلاديمير بوتين إلى باكستان هذا العام ويناقش مسؤول البلدين موضوع هذه الزيارة على مدار العامين الماضيين لكنها لم تتحقق لأسباب متعددة بما في ذلك جائحة فيروس كرونو من المتوقع أن يعلن بوتين خلال هذه الزيارة المحتملة طرح مشاريع ضخمة ومبادرات كبيرة للتعاون بين البلدين أكدت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية بأنها تراقب أنشطة كوريا الشمالية النووية والساروخية بتنصيق مع الولايات المتحدة يأتي ذلك بعد أن المحة تبيونجيانج الأسبوع الماضي إلى رفع تعليقها الاختياري للتجارب النووية والساروخية بعيدة المدى وأضفت سول إلى أنها تستعد لكل الاحتمالات بالتعاون مع المؤسسات والدول ذات الصلاة أوردت تواكلة الأنباء الفرنسية سمع دوي إطلاق نار في وجدوجو بدولة بوركينا فاسو قرب مقر إقامة الرئيس روشمارك كابوري حيث شهدت تمرد جنود داخل ثكانات عدة فرضت السلطته حضرا للتجول في البلاد اعتبارا من أمس الأحد وحتى إشعار آخر فيما أعلنت وزارة التربية الوطنية في بيان لها أن المدارس ستغلق اليوم وغدا في كل أنحاء البلاد من جانبها أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في بيان أنها تتابع بقلق بالغ الأوضاع في بوركينا فاسو معربة عن تضامنها مع رئيس روشمارك كابوري ومع حكومته حضرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونياساف من الاترابي في التعليم في العالم بسبب جائحة كورونا مؤكدة أهمية إعادة بناء الصحة العقلية والبدنية للأطفال وذكرت المنظمة الدولية أنه في الدولة ذات الدخل المنخفض والمتوسط جعل إغلاق المدارس ما يصل إلى 70% من الأطفال في سن العاشرة من عمرهم غير قادرين على قراءة أو فهم نص بسيط وهو ارتفاع من 53% في فترة ما قبل الجائحة أكد الاتحاد الأوروبي أهمية التعليم للانتهاش العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباره حقا أساسيا وجوهر بناء المجتمعات والأساسة والمحافظة للتحول الأخضر جاء ذلك في بيان أصدره الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بارل بمناسبة اليوم الدولي للتعليم الذي يوافق الرابع والعشرين من يناير من كل عام وشدد بارل على مواصلة للاتحاد الأوروبي دوره قصوط رائد لضمان استمرار العملية التعليمية في حالات التوارئ للتوفير الوصول إلى تعليم آمن لملايين الأطفال المتضررين من الأزمات الإنسانية والنزاعات أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن أحد أهم إنجازات قطاع التعليم في مصر تتمثل في تطوير المدارس التكنولوجية واليابانية وبتزامن مع احتفال العالم باليوم الدولي للتعليم أوضح تقرير معلوماتي للمركز بأن إجمالي عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصل إلى 28 مدرسة حتى عام 2021 و48 مدرسة يابانية حتى العام الدراسي 2021-2022 أوضح التقرير أنه تم إنشاء إحلال وتجديد 14 ألف فصل بمختلف المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 3933 فصل تم إنشاءه ضمن القرى الأكثر احتياجا أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن محور السكن كريم من المحور الأساسية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرية وأضطل أن الحكومة تعمل على استمرار التعاون مع الجمعات الأهلية في تنفيذ الوحدات السكنية وخلال اجتماع نقاضهم لمناقشة قطوات تنفيذ وتطوير وحدات سكن كريم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وجه مدبولي الوزراء بعقد اجتماعا مع الجمعات الأهلية للتنصيق معهم بهذا الشأن كما كلف بسرعة تحديد الموصفات التي سيتم توحدها عند تطوير الوحدات وأكد مدبولي أن الاجتماع يأتي بهدف دراسة قدرات الجمعات الأهلية ومدى إمكانية قيمها بمهمة تطوير الوحدات التي تم حصرها ضمن سكن كريم توصلت فعليات اليوم الثاني للقافلة الطبية التابعة لمدرية الصحة في أسوان بقرية الشطبة التابعة لمركز دراوة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجال لنحو 1025 مواطن وشملت القافلة عشر تخصصات مختلفة كما تم تحويل حالات أخرى للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بأسوان لعمل أشعة رانين المغناطيسي وأيضا لإجراء عدد من العمليات الجراحية أعرب المواطنون عن شكرهم لرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكدين أن القوافلة الطبية وفرت عليهم عناء التنقل لعيادات الأطباء وكلفة الأدوية لو محتاج حاجة من الخدمات دي سواء علاج أو تحليل أو شعب نعملها عندنا في القفلة بالمجان لو محتاج تدخل أعلى من كده زي ما بنقول تدخل سنوي محتاج أشعة 80 مغناطيسي أشعة مقطعية محتاج منظار محتاج تدخل جراحي محتاج علاج أمراض مزمنة بنحاوله لأرى بمستشفى تابعة المدرية الشؤون الصحية محافظة أسوان وبنتبع له باية الإجراءات في المستشفى ويتم استصدار قرار علاجة عن نفخ الدولة عشان يصرف العلاج الشهري تابعة الأمراض المزمنة بالمجان أو نقوم بتدخل الجراحي المناسب له نظمت مدرية أشعون صحية بالبحر الأحمر قافلة طبية بوحدة صحة أسرة أم الحويطات أتابع لإدارة سفاجة الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقامت القافلة بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 137 مواطنا بمختلف التخصصات الطبية منها إجراء 29 فحصا معمليا وإجراء 16 آشعة وسنارة كما تم إجراء 14 كشفا مبكرا على الأمراض المزمنة وتم إجراء جميع الكشفات والفحصات وصرف العلاج بالمجان أعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع قائد قوة الجوية الفريق محمد عباس حلمي ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد ومدير مشروع مستقبل مصر المقدم طيار بهاء الدين الغنامة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تنوى لموتا وبعت تطورات الموقف التلفذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر ضمن نطاق المشروع العملاق الدلتة الجديدة الذي يستهدف استصلاح أكثر من مليوني فدانة وطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر الذي يعتبر إضافة ضخمة للمشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء كما تبع الرئيس السيسي تفاصيل سير العمل بمكونات البنية الأساسية لمشروع مستقبل مصر فضلا عن منظومة التصنيع الزراعي بالمشروع هذا وأضف متحدث الرئيس أن الاجتماع شهد أيضا عرض الموقف التنفيذي لمجمع الصوب الزراعية بمنطقة اللهون بمحافظة الفيوم وذلك في إطار المشروع القومي للصوب الزراعية أكد الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم الفني لوزارة الخدمة المدنية الليبية لرفع كفاءة المؤسسات والموظفين في ليبيا وخلال لقاء مع وفد من الوزارة الذي يقوم بزيارة للقاهرة للطلاع على التجربة المصرية في الإصلاح الإدارية شدد رئيس الجهاز صالح الشيخ على عمق العلاقات والروابط التي تربط بين الشعبين المصري والليبي من جانبها أشاد الوفد الليبي بالخطوات التي انتهجتها مصر في سبيل خلق جهاز إداري كفء وفعل فضلا عما تم على صعيد مشروعات التحول الرقمي أعلنت وزارة الصحة وسكان تقديم الخدمات الطبية بالمجان لتسعين ألف مواطنين ضمن برنامج متابعة مرضى التلايف الكبدي والكشف المبكر عن أورام الكبد السرطنية وذلك منذ انطلاق البرنامج في سبتمبر 2019 هذا أشارت الوزارة إلى أن البرنامج يقدم خدمات الكشف المبكر والفحص والمتابعة مجانا لمرضى التلايف الكبدية من خلال 74 مركزا للمتابعة أورام الكبد موزعين داخل المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية كما كشفت الوزارة عن تحديث بروتوكولات علاج أورام الكبد بإدراج نوعين من أدوية سرطان الكبد التي تأخذ عن طريق الفم أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية اليوم بمحافظة الأقصر المؤتمر السنوي الأول للشراكة الإفريقية وسبل تنمية السياحة العلاجية يستهدف المؤتمر نقل التجارب الصحية الناجحة للأشقاء الأفارقة بالإضافة إلى تنشيط فرص السياحة العلاجية مع دول القارة الصمراء بحضور 25 سفيرا من الدول الإفريقية أكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي قوة الروابط المصرية الإفريقية مشيرا إلى وجود تعاون كبير مع الأشقاء الأفارقة وأن مصر تقدم كامل الدعم للدول الإفريقية في إطار التوجيهات الرئاسية في هذا الصدد نحن نحاول نقوي أواصل التعاون الدولي مع مدن الأفريقية في جميع المجالات يمكن النهاردة المجال الصحي هو عنوان المؤتمر النهاردة بنعرفهم ما التقدم اللي حصل في محافظة الأسر خاصة في المجال الصحي والطبي في الحياة طبعاً النهاردة هذا المؤتمر بيأتي ترجمة وقعية لتوجهات فقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي دعم الأشقاء الأفارقة من مختلف الدول الإفريقية في مجالات الرعاية الصحية ويمكن النهاردة وفقاً للبروتوكول الموقع ما بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية وهي زراع للدولة المصرية في تقديم الدعم للدول الأفريقية النهاردة بنشوف هذه الفعالية كأحد أهم الفعاليات اللي منشأ أنها نهاية تدعم العلاقة ما بين الدول الأفريقية ومصر فيما يتعلق بنقل التجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل في التغطية الصحية الشاملة بنسعى لدعم الدول الأفريقية في كافة المجالات من ضمنها المجال الطبي للتعاون مع الهيئة الرعاية الصحية هيدعم جهد الوكالة وجهد المصر في الإطار الأفريقي في هذا الإطار شهدت مستشفى إزيس التخصصي للنساء والولادة بمحافظة الأقصر افتتاح وحدة طب الأجنة والإطلاق الرسمي لمبادرة رحلة حامل كأطخم برنامج للاهتمام بصحة السيدات الحوامل ورعايتها يأتي ذلك ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل هذا وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة وسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل أن منظومة التأمين الصحي الشامل توفر كافة الخدمات العلاجية بأعلى معايير قياسية تتصق مع الأكواد العالمية في جودة الخدمة وأشار إلى أن الهيئة تستهدف دعم وتعزيز الخدمات الصحية خاصة للسيدات الحوامل وهو ما دفعها إلى التوسع في توفير مزيد من الخدمات الطبية هذه المبادرة تأتي اتصاقاً مع توجهات السيد الرئيس ومبادرة السيد الرئيس لرعاية صحة المرأة المصرية والنهاردة نحن موجودين في مستشفى إزيس أحد المراكز المتميزة والمستشفات المتميزة في مجال النساء والتوليد والنهاردة موجودين وسط كل الأشقاء من الدول الأفريقية من السادة السفراء والممثلين لسفارات الدول الأفريقية الشقيقة موجودين النهاردة عشان نتعرف على المستوى الذي وصلت له المنشآت الصحية في محافظة الأقصر ومنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر المستوى الجديد عليه المستشفى وممكن أن أكثر حاجة بهرتني هي النظام اللي ماشيين عليه كل المعلومات بتخش عن طريق الكمبيوتر الحجز بتاع المرضى إلكتروني ودي كلها حاجات كويسة جدا طبعا الخطوة اللي جاءة إن شاء الله يبقى فيه تعاون بين الجماعات المصرية والجماعية المصرية لأمراض النساء مع منظومة التأمين الصحي ووزارة الصحة فيه التدريب مش بس التدريب هو بيسميه التدريب المستمر والتعليم المستمر لكل الأطباء النهاردة وإحنا في مستشفى إزيس في الأقصر على هامش مؤتمر السياحة العلاجية والشراكة المصرية الأفريقية بنطلق المرحلة الأولى من المسح الشامل لسيدات مدينة الأقصر كجزء من مبادرة رحلة حامل إحدى المبادرات المجتمعية اللي بتهدف الاهتمام بشريحة مهمة جدا اللي هي شريحة المرأة المصرية الحامل اللي بتأكد الدور الهام جدا للهيئة العامة للرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصح الشامل في الاهتمام بالمرأة المصرية نصف الحاضر وكل المستقبل توصل قافلة الهلال الأحمر تقديم المساعدات لأهالي جنوب البحر الأحمر بالتزامن مع احتفالات العيد القومي للمحافظة وقامت القافلة على مدار الأيام الماضية بتوزيع مساعدات غذائية وإغاسية كما شملت القافلة عدة تخصصات طبية مختلفة حيث قامت بصرف الأدوية بالمجال للأهالي في مدينتي حليب وشلتين كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021 عن نتائج إطار التعاون الدولي وتمويل الإنمائية فيما يتعلق بشركات بين القطاع الخاص المصري ومؤسسات التمويل الدولية أشار التقرير لأن التمويلات التنموية التي حصلت عليها مؤسسات القطاع الخاص خلال عام الماضي بلغت نحو مليار وخمسمائة وستين مليون دولار في شكل خطوط ائتمان للبنوك التجارية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر وفي هذا السياق فإن التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص خلال عامي 2021-2020 من شركاء التنمية تبلغ نحو أربعة مليارات وثمانمائة مليون دولار وجهت وزارة تنمية المحلية باتخاذ الإجراءات التي تكفل تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بكافة وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات وبتنسيق مع وحدات بناء القدرات التابعة لللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وخلال استعراضه للتقرير حول جهود الوزارة والمحافظات منذ إطلاق رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أنه سيتم إعداد تقرير وتقارير كذلك كدورية منتظمة عن أنشطة وحدات حقوق الإنسان بالوزارة ووحدات حقوق الإنسان بالمحافظات وإنجزاتها وما يعيق العمل الخاص بها أو المشكلات التي تواجمها أكدت وزارة البترول على أهمية استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ نيابة عن القارة الأفريقية مشيرة إلى أن الدولة لديها رؤية سباقة من خلال زيادة الاعتماد على الغاز الطبعي كوقود نظيف وصديق للبيئة وخلال اجتماع أقضه وزيراء البترول والبيئة لاستعراض الاستعداد لاستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ بمدينة شرم الشيخ كوب 27 في نوفمبر المقبل أكد وزير البترول أن مصر تعمل على العديد من المبادرات الداعمة لعملية خفض الانبعاثات في مجال الطاقة كما لفت الوزير إلى التعاون القائم مع دول وشركات عالمية بهدف الوصول لخطط من شأنها المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية ذكرت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بأن النسخة الحالية من مؤتمر مصر تستطيع ستضم علماء وخبراء مصر بالخارج ونغبة من رجال الصناعة للإسهام في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة وخلال اجتماع عقدته وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم مع لجنة تنسقية للمؤتمر أكدت الوزيرات أن المؤتمر سيشهد مناقشة سبل توطين صناعة السيارات وتطوير صناعة الدواء واستخدامات الطاقة النظيفة في إطار استضافة مصر لمؤتمر التغير المناخي كوب 27 أعلنت وزارة الموارد المائية والرأي تنفيذ العديد من المشروعات للحماية من أخطار السيول بالعديد من محافظات الجمهورية لتوفير الحماية للمواطنين وحماية الطرق وخطوط الاتصالات والغاز والكهرباء وشار وزير الرأي محمد عبد العاطي لحدوث تفرة في معدلات تنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول خلال الأعوام الخمسة الماضية بمختلف محافظات الجمهورية حيث جرت تنفيذ 1054 منشأ للحماية منذ عام 2016 حتى الآن بتكلفة حوالي 4 مليارات و30 مليون جنيه تختتم اليوم فعليات اليوم الثالث والأخير من المهرجان الدولي الخامس للطمور المصرية بسيوة والذي تم تنظيمه تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقد انتظمت عمليات دخول وخروج أهالي وزوار وحد سيوة وسط إجراءات احترازية مكثفة بالإضافة إلى توزيع الكمامات على الحضور لمكافحة اتشار فيروس كورونا نهض على المدى اليوم الثالث والأخير من فعاليات المهرجان الدولي للطمور المصرية في نسخة الخامسة على أرض واحد سيوة الحمد لله من خلال التأتيام وفعاليات المؤتمر ومن خلال الندوات وغير الشعامة التي تمت خلقنا بتوصيات ناجحة ومن خلال أبرزها أن يكون هناك علامة تجارية معتمدة دولية للطمور المصرية وخلقنا ببضل بعض توصيات من السادة المتخصصين في مقاومة آفات وأسوس النخيل نحن طبعا فخورين جدا بأننا قدرنا أن نختم المهرجان بنجاح فعالياته كلها وقدرنا أن نحط نقطة من نقطة الانطلاق للتصدير للطمور من خلال المشاركات للناس المكانين موجودين ومستوريين كانوا موجودين وفعلا حدث مهم جدا تسويقي سواء كان في التسويق السياحي أو تسويق الطمور المصرية خصوصا أنهت البورصة المصرية تعملت اليوم على تراجع المؤشرات بدغوط من مبيعات المستثمرين المصريين قبلتها مشتريات للعرب والأجانب وسجل رأس المال السقي مستوى 747 مليار وثمانمائة مليون جنيه وذلك وسط تدولات بلغت نحو أربعة مليارات ومائتي مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات ترجع مؤشر EGX 30 بنسبة 34 من مائة بالمائة ليغلق عند مستوى 11616 نقطة كما هبط مؤشر شركات المتوسطة والصغيرة EGX 70 بنسبة 32 من مائة بالمائة ليغلق عند مستوى 2132 نقطة كما انخفض مؤشر EGX 100 بنسبة 51 من مائة بالمائة ليغلق عند مستوى 3132 نقطة ولمزيد من المتابعة والتحليل تنضم إلينا عبر الهاتف خبيرة أسواق المال الأستاذة حنان رمسي استحاتي لك أستاذة حنان وفي البداية ما رؤيتك لأداء البرصة خلال اليوم مهم سيدة خيرية فعلا وإحنا كنا في أول الجلسة كانت في تباين زالان المؤشرات المؤشر الثلاثين كان متواجد في المنطقة الحمراء والمؤشرات الفراعية كانت ما بين الحمراء والخضراء طبعا في خلال الجلسة تنتقد في كل المؤشرات المنطقة الحمراء طبعا نحن عارفين أن في أحداث الشيط سياسية غير مواجهة موجودة في المنطقة العربية أصلت بالسلبة على أداء البورصة المنطقة العربية فابتدت المؤشرات تتراجع بالنسبة لحجم السورة التداول السهلي لغاية مثلا ساعة اثنين كان تداول متدني للغاية ولكن تداول الإجمالي وصل الأصل لأربعة مليار جنيه لأن كان فيه تلمج المؤسسات تم مراكز شرائية قوية في العديد من الأسم القيادية بس ما قدرتش أن هي تنهض بالمؤشر التلاتين وتنتقد في المنطقة الخضراء طبعا شايفين فيه تجميع في العديد من الأسم ونقاط جيدة لدعم الشراء لدى المتعملين ولكن المتعملين في المرحلة الحالية بتوخر حذر بسبب الانتظار منهجية المراجعة المؤشرات التي تتكلم في أواخر يناير ويتم ينعمل بها من أول فبراير وطبعا بسبب أن في العديد من المتعملين المنتظرين نتائج أعمال الشركات المقايدة في البورصة لمعرفة الاتجاه هل هيكون شراء أو بيع في هذه الشركات وطبعا مثل المراجعة الدورية لمؤشرات العالمية والأسواق النشأة وده طبعا بيبقى فيه علامة للمتعملين الأجانب هل هيدخل فيه ده في أسواق معينة أم هيتخرج من أسواق معينة وده اللي حاصل في البورصة في الفترة الحالية ولكن بدعم المؤسسات المحلية ممكن تنتقل المؤشرات بالكامل من المنطقة الخضراء مش في وقت الجلسة لأن أسعار الأسهم متدنية للغاية في العديد من القطاعات وفيه برضو شركات عمل نتائج أعمال قوية تتأعلنت في الربع القابل الأخير على نموه في الأرباح فممكن ده يدعم من أداء المؤشرات وانتقالها لمنطقة الخضراء من جلسة الغد إن شاء الله أشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل أستاذ حنان رمسيس خبيرة أسواق المال شكرا جزيلا لك ضربت السلوج الكثيفة اليونان وسط عواصفة سلجية ودرجات حرارة شبه متجمدة في أجزاء كثيرة من البلاد وأرسلت السلطات تنبيهة طارئة إلى الهواتف المحمولة في أسنة محذرة من تساقط السلوج بغزرة خلال الساعة القليلة القادمة كما دعت الناس إلى تجنب أي حركة غير ضرورية وفي العام الماضي تعرضت العاصمة اليونانية لعاصفة سلجية كبيرة تسببت في مشاكل خطيرة مما أدى إلى انقطاع الطيار الكهربائي لعدة أيام في أحياء معينة وفي ختم النشر هذه التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخباره الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان ويوجه بالالتزام بالجدوى الزمني للتنفيذ وفق أعلى معايير الجودة المخططة مصر تدين هجمات قوات الحسية تجاه الأراضي السعودية والإماراتية تزامنا مع تصاعد التواطف في إكرينيا الولايات المتحدة وبريطانيا تقرران سحب عائلات موظفي سفاراتهما في كييف مشاهدين وصلنا للختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري نشكركم على حصن المتابعة إلى اللقاء